السلام عليكم ورحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي أو صفحة بخصومة إذا كنتم تتابعوني من خلال فيسبوك فهذا الفيديو هذي بغيت نفقطع معكم واحد لكومنتر اللي كتبته جوابا على واحد المنشور بأن الصاحب ديالورة في واحد الحالة ديال نقدر نقوله تالف معارف من ناش يبدأ كان يطلب من المتابعين أنه يعطيه فكرة على ولا تجري يحكي على تجربة شخصية وكيف اشتعاملوا مع المتيحان فأنا رسأيت نكتب لي هات شي وقررت أنني كذلك نتبخ تاجي معكم عشي لأن تنسوا ما راكم في نفس الوضعية وهي أنكم تالفين ما عارفين مثلا منين تبدأ ولا شنو هي الطريقة المطلة باش أنكم تحضروا الامتيحان الجيهوي مني كان قول الجيهوي راك نقصد به الأولى باكالوريا وكان قصد به الجيهوي حر يعني بالنسبة للناس اللي دفعين باكليبر دونك أنا الطريقة اللي كنشوفها فعالة باش توجدوا الامتيحان وكذلك ما يكونش فيها ستريس تمشي بوحد طريقة سليسة وما تحسوش بها وهي أولا نحنا ديجا هنا غدي تسمحوا لي غد نفتح واحد القوص هو أن الامتيحان الجيهوي كي نقاصم جوجد المكوينين المكوين الأول خاص بالروايات والمؤلفات اللي كتقروهم في المقرأ والمكوين الثاني هي لابخوديكسيون إيكريد دونك أول حاجة خسنا نفهموها وبينشغ عليهم عشرات النقاط عشرات النقاط خسنا نفهموه ونضبطو التلاخيص ديال كل الرواية وبالترتيب يعني وخا ما تقلاش مثلا رواية كاملة ولكن الليسونسييل أنك تكون فاهم علش كتدر وتكون ضبط التلاخيص خاصة التلاخيص ديال فصل بفصل وتكون عارفوهم بالترتيب علاش لأن هاتشي غد يخليك تعرف الأحداث اللي كاينين في القيسة وغلت تعرف كذلك كيفاش تعامل مع الأسئلة اللي كاينين في الامتحان لأن الأسئلة أغلبية خاصة لكيشيون دي كونخيونسيون كيكونوا علاقة عندهم بالنص وبشكل آخر عندهم علاقة بالحدث اللي كاين في ذاك النص والحدث اللي سبقوا مثلا دونك الضبط ديال تلاخيص ديال فصل بفصل كل الرواية حاجة اللي هي ضرورية ونقولوا ان ديسبونساب يعني لا مفر منها بالنسبة للحاجة أخرى اللي غتفيدكم في هذه القضية هذه لأن الكيشيون كيكونوا كيف ما كنا متعلقين بالنص فاختكم تعرفوا جميع الشخصيات الرواية والأدوار ديالهم في ذاك الرواية ولا في المؤلف حيث الأولى باك عندهم المصرحية دونك نقولوا المؤلف باش يكون لوتاهم معهم فاختكم تعرفوا الشخصيات ديال المؤلف اللي كاين في المؤلف والأدوار ديالهم والعلاقة بينتهم لأينا بعض الأسئلة كتكون فقط داك سهل ممتنع فقط على شكون الشخصية مثلا شنو علاقتها بشخصية أخرى دونك هي سهلة جواب سهل ولكن ممتنع إلا كنتونتو ما ما تبطوش هاد المسائل اللي هي أساسية داكو تاني حاجة اللي كتدخل في المكوين الأول اللي هو فهم الدروس اللغوية دارو ريخسكم تدربو على الفيجور دوستيل وهنا الفيجور دوستيل كيني بزاف ولكن اللي دارو ريخسكم تعرفوهم هي المتافور الكمبارازون البرسونيفيكاسون لانتتاز لكسيمور لأن هادو تقريبان كينين فيهم كاملين سيختو مثلا في كونديدو الأبتيميسم كاي اللي بيربول لكسيمور لانتتاز لابرسونيفيكاسون كينحتى لامتافور كادالك نفس الشيء بالنسبة للمؤلفات اللي كينين في الأولى باكالوريا يعني هادو مر رئيسيين ولكن كل ما زيتو قلبتو على دوستيل خرين غايكون أحسن بشكا ما تضيعوش داك نقيطة ولجود نقيطات اللي غا تتعطاليكم في المتاح كادالك كين درس دياللو ديسكور غاببورتي داك ديسكور ديراك ديسكور انديراك نتيقال خسكم تضبطو ضروري نتيقال من ديسكور ديراك لانديراك عندكم لانانسياشون خسكم تعرفو المواصفات ديال لانانسي انكري ولانانسي كوبي هادشي كامل عندي مشروحانا في القناة بشكل وخاكا نطول ولكن كان عطالي ديتاي باش هكذا حاجة ما تمنع لكم عدنا لغوجيستر اللي ديغير غركزو أكتري على الليغيك بالنسبة لبواتة ميروي تراجيك وليغيك بالنسبة لأنتيغون بالنسبة لدرني جوردان كونداني وكادلك ليريك حتى تراجيك يعني هادو هما اللي رئيسيين إيرونيك بزاف كينا في قونديد كوميك واحد المقاطع كينا في قونديد وواحد شوية كينا في أنتيغون واحد لبارتي ريسغيرة بوليميك كادلك كينا في أنتيغون بالنسبة لليغو مو الخرين مهم ركزو على الليغيك ودونك هادشي اللي عطشكم فهو اللي كيتعاود بزا لشون لكسيكو أنا هنا حاولت نعطيكم فكرة على لشون لكسيكو اللي خصكم تضبطوهم احنا ما كان اهدرسنا على مثلا السيتنا اللي تقدروا تصادفوا مع ان شون لكسيكال اللي بعيد ولا ولكن اللي خصو يكون عندكم كيف ما كقولو في الحقيب هو لامور لشون لكسيكال دو لامور يعني الحق الدلالي اللي متعلق بالموت الحق الدلالي اللي متعلقين باللشون تيمو هنا هدرتوا لسنتيمان ان جنرال لأحاسيس را لأحاسيس كين بزا كين لامور كين لأپور لأپور سيرتوب بنسبة سيدي محمد فخصكم ضبطوها بزا كين لأجوا لأتخيستس لأپنك لأپور يعني لأنا نوريتور كينك أكتريا فلا بواتة ميروي كين لأنا نوريتور كين شوية فقد دو كين بزا كين أجوا كينة فلا بواتة ميروي كين لأنا رجو يكبر كين كلها في البواتة ميروي را كمنا سيرتوب شابتر 5 ديالسيجن هادشي راتحتاجو فلدرني جوغ دان كندانيو بنسبة لفاك ليبر راتحتاجو فلشابتخ 6 جوانس من كنديد فغايكون في هلقادي ماشي تاف شابتخ 6 راكاينين دوتخو شابتخ في كنديد لكي هدرو على الانكارسيغاشو مني كنديد مثلا كيشدو حالا كي اعتقلو فارادارو ريخ سكم تضبطو هادلشان لكسيكال عدنا لاناتور طابيعة طابيعة كيين بكلكو بارتي في لبواتة ميروي كداليك في لدرني جوغ دان كنداني مني كي كون لفايج ما بين انتخو للي بخيزان فاراد يهدر شوي على لاناتور دارو ريخ سننعرفو مصطلحات متعلقة بهدلشان لكسيكال او لاناتور كيينة بزاف إلي تاتي نفو ان فيوكو فلأور دونك لابغيتو تضبطو لشان لكسيكال ديال اللتي تتنفوه هو لاناتور بالضبط وزيدو معها شوية لاروليجيون ولا نوريتو بنسبة لبواتة خيزيك اي مغال انا هنا غيزيتو علاش لانا متعلقة بلا ديسكريبسون رايقدرو يتلبو منكم في الاكزامة عطيوني مثلا الوصو ديالها الشخصية الفلانية الشكل ديالها دونك دونك ضروري لكنتونسو مضابطين من قبل لبواتة خيزيك اي مغال غاي عاونكم بزاف لكسيون وغاي عاونكم بيانسو حتى في لبخوديكسون هاتشي كامل هاتشي هذا كي يصب نحو لبخوديكسون إكريت اللي هي تاياب عليها عشا دمقات طبقا ندرس ديالا فوكاليزاتيون راني شرحها بوحت طريقة سهلة في القناة وغتلقا بان لا فوكاليزاتيون ما كاتتحطش بزاف دغنير ما ما بقوش كي يحطوها ماي من افضل تحط اه وجوتي انكو داي على هاد لا فوكاليزاتيون حتى اللي الناس اللي كاتتقرامتها للتلاميذ الاولى باكالوريا يفيدهم هاد الدرس هادالي انا كيكون في الفورد ما كيكونش في المتحام بزاف ماي كيكون في الفورد اه كذلك خسكم تدربو يوميا على الانشاء هادي حاجة ضرورية علاش لانه انا كيف ما كتشوفه قلت ان اللغة الفرنسية ماشي مادة اللي كتقدر تضبطها بين ليلة وضحاء يعني غيفو نهار بحال ده بواحد القاعدة الرياضية غدي تشدها النهار تخدم لهاليز اكزاقسي اه هانتا حفظت اي ذاك القاعدة لا الفرنسي هي واحد اللغة اللي كتتكتسب عن طريق الممارسة اليومية عن طريق الخدمة بزا عن طريق الاستماع لها اتساتيها دونك هي ماشي مستحيل انك كيف ما قلت في الكومونتغ انا كم ما تكتسبوش للغة الفرنسية ولكن خصها العمل اليومي دونك هنا الطريقة اللي كنشوفها متلى وكنشوف انا فعالة وهي انكم اه تختار واحد الاسلوب ديالك انت شخصي اللي تبقى دائما تخدم به المواضع المثل المصحح را ما غديش يعرفك راك انت دايما كتخدم بنفس الاسلوب لا غاي هو غاي فوقش غادي يوقع له كونتاكت معك نهار ديال تسحيد الورقة ديال امتيحان يعني اول مرة غايقرى الموضوع ديالك انت انت را غا تكون عار بلي ان هالطريقة هذي كتستعملها مع جميع المواضع ولكن المصحح لا دونك انت غت تبدأ اه تحدد واحد الاسلوب ليتخدم به الموضوع ديالك اه تحفظه بيانسور وتقدر تغيره حسب الموضوع حسب طبيعة الموضوع لان المواضع ماشي كامنا متشابهه ماشي كامناك تطلب نفس البلون ودبا نهضره على هذي المسألة من بان وهنا كيف ما قلت اه ما يطلق عليه بالمنهجية اه بيان شخصكم تختاروا المنهجية وتعرفوا على من تختاروها لان الكارثة كيوقعوا كوارثة تصحيح وكيبقوا يقولوا يخرجوا واحد الاشعاب لان اه المنهجية كيتعطى عليها سفر لا راه المنهجية اللي تكتبت وتخيلوا واحد المنهجية اللي ما فيها ما يتقرأ اه مهم مغيت شهرات مثلا وفيها عمره اخطاء وكيجي القسم كامل اللي كيدوز مثلا الامتيحان كله داير نفس المنهجية بنفس الاخطاء بنفس ركاكة التعبير بنفس الفضيحة باد المعنى يعني كيفاش بغيتو انا هذي المصحح يكون عنده الخطر يصحح لك الورقة ديالك كوميلفو دونكن تختار واحد المنهجية ديالك الى القتي مثلا انا عندي في القناة دايرة واحد المنهجية بتدل فيها واحد الكلمة علاش لان تلمير خور يقدر ينقلهاك في مهية وتقدروا تلقى في نفس الوقت وليك في نفس القسم اللي يحس لايحط انه ما كيوقع شاشي لانه عندي القناة وصفها الفيسبوكي عندي عامرة بالمنهجيات كذلك درت لكم فيديو باش انكم نسوا وما تصالبوها الراسكم وما تيحسوا الخطأ والحمد لله عمر شي واحد جاء وكتب لي في الكومنتار اني تبعك المنهجية ديالك وحسبولي ومعطاونيش النقطة الحمد لله النقطة مششرفة جدا سيروا لكومنتار وتقراوا راه ما كان ديش انا دي فو كنت باش مقنش كالراسي الله راه كانين لكومنتار شاهدين على الخدمة ديالي الحمد لله وشاهدين على ان دكش اللي كان قول لكم راسحه دونك في نفس الايطار حاولوا انكم تحفظوا اكبر قدر ممكن من الروابط اللغويه اللي كان قصدوا بها لليان اللوجيك مثلا ميه ان بلس كار ان فت ان افت سوبان دونك هاد الكلمات هادو كي تسمو الروابط اللغويه هي دك المليحه اللي كانت زيدوها على على لا بخوديكسن اكريت باش كتعطيها بلي دو بوتي هانا الاساتيضا كيعجبهم انو ميلقاو التكس فيه لليان اللوجيك كيعرفو انها تلمدو لها الطالب راه داير شوية ديال المجولي انو خا متلا غتنقل من اه المنهجية. الى درتي لها اضافات ديالكنتا بليليان لوجيك وعرفتي تربط ما بلي زق قيمو. كي عرف انها ستان تخافي بخصوني. راه طبيعي انك تاخد واحد المنهجية واحد الخنط وتخدم بها. سنوغمال. ولكن اللي ماشي نوغمال انها تبقى هكا كفيجة ما مزيد في هاتي شي حاجة. داك القادية ديالباس بخطف مع اي حاجة تديرها. لا. الى تمكنتي مع هات شي هذا وخدمتها وعطيتها هالوقت ترى الانوت ستكون مدمونة. طريقة اخرى في نفس الاتار وهي انكم تقرأوا موادع بزاف ديال اساسي داكبار. اه كانت تحكم انكم تبعدوا عن الهوات اللي انا كيكونوا دايرين اخطأتهم ومبرسهم. انا مثلا كتوقع ليش كان كتب مثلا بوحد الشكل اللي هو اه سريع. مني كان رجع نلقاها. كان نلقاها. كان لقا واحد الاس نسيتها مع الكلافيه. اه خطيت بشي اه مثلا فلاكون جيجزون. اه عواد من نكون جيجي في البلوغيال. اه اه مثلا خليت غيس سنجوليه. بدلت واحد الكلمة ودرت كلمة وما ديش تغييرات اللازيما. فهادكش بيان شخ كيكونوا غيسة او انا مني كان رجع نقرأ را كالقالي زغو كان كان صححهم. الناس اللي كتكون هوات راو خات رجع تقرأ للا بخوديكسون ما كتنتبهش الاخطاء. وبالتالي حتى انتم ما كتنقلوا الاخطاء مني كتكونوا مواخدينش للا بخوديكسون اكريت من الناس اللي اساتي دا مختصين في اللغة الفرنسية. دونك هنا قد لكم قرأوا اه لا بخوديكسون اكريت اه دي بخوديكسون اكريت اه في مواقع اللي معروفة راهم بين المواقع اه اه قرأوهم مزيان وشرحوهم. ما تخليوش تاشي حاجة بيدون شرح. ونطيو الكلمات اللي عجبوكم ولقي توراسكم انكم عارفين غادي تكتبوهم مرة اخرى فانوطيهم فشي دفتار وشي بلاسة اللي كتشوفها يوميا. ثم ما توقفش هنا بيانشي غا عاود تكتب نفس الموضوع بالاسلوب ديالك الخاص. ولا بحث على حوجات اخرين. يعني دائما نقرأ في نفس الايطاء. على الاقل اه جوز المرات في الاسبوع. ولا مثلا غي مرة في الاسبوع نص ساعة يوميا. ولا هذا يعني من هنا لنهاية الموسم را تبارك الله غادي كون نميتوا الرصيد اللغوي ديالكم. واحد القضية غا تكونوا قادرين انكم تفكروا الكلمة الضغية لان العقل ديالكم تعود. هنا واحد القضية زيتها لكم وهي انكم تسمعوا لأي حاجة باللغة الفرنسية. هنا قلت لكم ماشي سخكم ما ترحوش سؤال علش كان نصحكم انكم تسمطوا اللغة الفرنسية. اراد دماغ را عارف اش كي ديال. دماغ غادي بقا يتولف باللغة الفرنسية وهاتش يوقع لي مع الطلبة ديال مني. اه كان خدم معهم متلا دايما اللغة الفرنسية وكان نصحهم. فكي اه كي يولوا عندهم ضغية القدرة انهم يفهموا وانهم يستحضروا الكلمات. المهم بزاف ديال المشاكل تحيدو غيم هالطريقة ديال الاستماع. دابنتوا ما استصنتوا اللغة الفرنسية من هنا نهاية الموسم. وردوا عليها وقلوا لي واشي وقع شي اه شي تحسن. واكيد ما تنسوش انكم تدربوا على الامتحانات وتتبعو التصحيح. خاصة ان انا كان هناك ان الى ما كنتوش متأكدين من الاصل ديال تصحيح. فشوفوا دك الامتحانات اللي كينين في الكتوبة. بينسوق الكتوبة اللي كيكونوا بحال ما ديش نعطي لان طوب شي حاجة مويم. ما نعطيش الاسماء. اه غاي يقول لكم ان داك الامتحانات ولا داك تصحيح اللي كيكون في داك الكتوبة راتا كي يوقعوا عليه بزر ديال المفتشين كي بدوز من بزر ديال المراحل ديال المراقبة عاد كي يوصل لي كومتو ما في المكتبات دونك يعني كتكون واحد المعلومة اللي هي خدعات الرقابة وبالتالي خدعات التصحيح. كنعتذر الى كانش ضاجج ولكن كنت ولا بد انا نبقى تاجي معاكم هاد الفيديو سينو ما غديش نعطيكم هاد المعلومات كنتمنى انهم انهم يكونوا فادوكم الى طولت عليكم فكنعتذر ولكن انا كنبغين نقول كل شي اللي في قلبي وباش توصلكم لمعلومة طبعا كانت معاكم بخصوما ما تنسوش ضغطو على الزر لايك وفرطاجي لا لقيتو المحتوى كي سهل اياد خدخي بيانتو